رجعنا لكم تاني عقب انتهاء الشوت الاول من مباراة منتخب مصر ومنتخب المجر بانتهاء الشوت الاول بنتيجة 14-12 لصالح منتخب المجر شوت اول يمكن به العديد من الاخطاء على مستوى الفريقين وده اللي هنقشه طبعا مع كبتنا الكبار دلوقتي ولكن حقيقة بنتمنى ان الشوت التاني منتخب مصر يقدر انه هو يعود هذا الفارق ويعود للمباراة مرة اخرى ويحسن بقى هذه المباراة لصالحه في النسخة الاولى من كأس استادات الدولية لكرة الياد دكتور فوزي شوت اول الحقيقة شوفنا فيه يعني اب اند اونز كنا ماشيين بشكل متقارب بعد كده يمكن منتخب المجر كان ليه الليد ثم بعد كده مصر كان ليها الليد وبعد كده انتهى الشوت الاول للأسف بيعني فرق هدفين لصالح منتخب المجر هو الحقيقة الفرق هدفين مش الفرق الكبير قوي لكن في بعض الملاحظات احنا بدأنا ندفعنا خمسة واحد في الاول والدفاع كان ماشي كويس لكن المشكلة كانت هجومية اكتر منها دفاعية اللعيب بيتأثر دائما بالكرة الي بديها منه في الهجوم فبيتأثر عليه في الدفاع فبيبدأ مش يتراخة يعني بيعود يفكر فيها كتير ولسه لعبتنا اعتقد ان هما ما وصلوش من النضوج ان هما الكرة خلصت من ايدي خلاص انا واجب علي الدفاع لما اعمل الدفاع بتاعي يبقى انا عوضت الكرة اللي ضاعت مني فلسه وده واضح في العدد الاخطاء الفنية كتيرة اللي بتحصل احنا في شرط الاولاني في 27 هجمة احنا خلال الشرط عملنا 27 هجمة وفرقة المجر عملت 27 هجمة احنا عشر هجمات من 27 اخطاء النسبة برضو استيل لسه كبيرة وده برضو حقول ان دي عشان التناغم والتجانس اللي لسه بيتعامل فيه بيتبني في الفرقة العشر اخطاء دول يعني معناها ان احنا من 27 هجمة في عشر هجمات ما قدرناش نصوبه مع المرمة طب ده احنا صوبنا 17 كرة جبنا 12 هدف يعني نسبة تصويت بتاعتنا تحسنت جدا عن المطش اللي فات لكن استيل لسه حجم الاخطاء بتاعنا كسير جدا بالنسبة لفرقة المجر الحقيقة هم بدأوا برضو في شوية حالة من الارتباك لكن هم اكثر ثابات الانفعال بتاعهم اكتر من عندنا شوية وبالتالي قادرين يركزوا بدليل ان هم في من الدقيقة 15 تقريبا او قاسف من الدقيقة 20 للدقيقة 30 هم جايبين ادي 1 2 3 4 5 6 7 اهداف في المقابل انت جايبة كام 1 2 3 4 احنا بنتكلم في العشر دقائق الاخرانية ليه او الخمس دقائق الاخرانية لان هي بتبقى المنحنة اللي بينهي بتختمي بيه اما الشوط او بتختمي بيه المباراة نفسها فاذا هم هنا النسبة بتاعتهم لا افضل هم تركيزهم اعلى من التركيز عندنا اكيد كابتن طارق حيشوف يصلح الكلام ده ما بين الشوطين لان انا شايف ان احنا دفاعنا جيد مش سيء ما هوش احسن حاجة اه لكن لا فيه صغرات لازم تتقفل بسرعة فرقة المجر النهاردة النسبة التصويب من بره اعلى بكتير من ماتش رومانيا قد يكون طبعا ده اللي هم لحظوه في خلال الفترة اللي فاتت احنا استغلالنا لللاعب الدايرة اعلى بدليل ان يمكن اول خمس ستة اهداف معاز من على الدايرة هو اللي بيسجل الاهداف والحقيقة الولد كل كرة وصلت لحطها فمطالب ان احنا لأ نبدأ نفتح ملعبنا اكتر شوية على الونجين لازم الونجين يبقوا اكثر استغلالا كده لان اللعب كل متركز عندنا في هجوميا في الناحية الهجومية في منطقة المنتصف وهم قفلين النص كويس والحارس وراهم شايل على عكس الماتش اللي فات الماتش اللي فات الحارس المجر ما شلش الكمية اللي هو شلها المرة دي نتيجة لقفلة الدفاع كويس اعتقد ان الكاب طرق حيتدارك ده وحيدا يفتح الملعب شوية يوسع الملعب ما يبقاش كله تقطعات للداخل بحيث ان يقفل لا بيبقى فيه اختراقات ما بين واحد واثنين وما بين واحد واثنين هعتقد ان الامور هتبقى افضل لسه فيه تلاتين دقيقة ممكن يبقى فيها متغيرات كثيرة جدا طيب كابتن عبدالله يمكن زي ما كابتن فوزي قال فرق الهداف مش كتير هدفين مش كتير ابدا ولكن قدامنا شوت تاني اكيد لازم نتدارك الأخطاء اللي وقع فيها المنتخب فيه الشوت الأول ونستغل الأخطاء اللي موجودة عند منتخب المجر خاصة ان الفريقين عندهم عدد كبير من الأخطاء شفناها في الشوت الأول يعني طبعا نقدر نتدارك الكلام دوت في الشوت التاني بس هو الملاحظ ان نسبة الأخطاء بتاعت الأخطاء الفنية بتاعت منتخب مصر يعني يمكن زيادة شوية ده ما كانش موجود في الشوت التاني لمباراة رومانيا يمكن احنا بدأنا كده في مباراة رومانيا شوية وبعد كده قدرنا نستعيد التوازن بتاعنا ونقلل من الأخطاء في الشوت التاني فهو دوت اللي عملك الفريق فريق المجر كهجوم منظم مفروض يعني هم مسكين الكورة أفضل من اللعيبة بتاعنا شوية الهجمة عندنا ناقص ان هي توعد فترة أطول على أساس ان الهجوم بتاعنا يبقى مؤثر على فريق المجر المزباص قليل أخطاءه كتير فمطلوب ان احنا نلعب نطور الهجمة بتاعتنا شوية علشان نقدر نفتح صغارات في الدفاع المجرية ما يبقاش الهجوم فردي فنعتمد على ان ان احنا بنخلص الكورة على الجول بأسرع وقت ممكن فان شاء الله الشوت التاني يمكن الأمور تتدرج شوية وعكيد كابتن طاري مثلا شاف المشاكل اللي موجودة يقدر يعود في الشوت التاني ان شاء الله فرق الهدفين نسبة التصديات بتاعته الحراس يمكن متوازنة شوية وليد وجول بتاع المجر الاتنين ماشين كويس الملاحظ ان ما فيش هجمات فاست سنتر اتعاملت للفريقين في خلال الشوت كله يمكن الهجمة بتوصل بيبدأ الهجوم منظم ياخد وقته شوية بالنسبة للفريق المجر بس يمكن الهجمتين اللي احنا جبناهم من الهجوم الخطف كان قطع كورة بالنسبة للمنتخب مصر فقدرنا ان احنا نجيبهم اهداف لكن الفاست سنتر ده لا مؤثر في منتخب مصر ولا مؤثر في رئة المجر وما شفناش فاست سنتر اتلاعب طول المباراة طيب كابتن فوزي كنا بنتكلم وحنا نتفرج عن فكرة او خطأ التصرع او الصربع من بعض لعبي للمنتخب الوطني شفنا كمان انزعاج من كابتن طريق محروس بسبب الاخطاء دي وسبب التصرع اللي بيؤدي لهذه الاخطاء شايف من وجهة نظرك يا دكتور فوزي ايه سبب فكرة تكرار التصرع في المباراة الخاصة بمنتخب مصر سواء المباراة الاولى امام منتخب رومانيا او مباراة اليوم امام منتخب المجر السبات الانفعالي ببساطة جدا السبات الانفعالي احنا لعبة اللعيب لازم يبقى عنده سبات انفعالي ليه جوه الدفاع الحركة الدفاعية نفسها بيحصل اخطاء في التسليم او التسلم او في المقابلة او التأخير في المقابلة ماينفعش اننا داي هز ثقة في نفسي وجوه الهجوم ممكن تحرك خاطئ ممكن تمرير خطأ ممكن تأخير فكل الموضوع ده بيتلخص فيه نقطة مهمة جدا هي السبات الانفعالي رغم اننا نكون متوقعين العكس المنتخب مصر انه يبقى داخل واثق اكتر من المنتخب المجر السبات الانفعالي هو اللي بيعمل للبالنس يعني هو نقدر نقول اللي هو الميزان اللي بيتوزن به التيم بتاعك فالنهاردة احنا التيم بتاعنا بدأ دائم المنتفق مع كابتان عبدالله على عكس المجر اللي فاتت احنا كمنا بنجري في الشوط في الشوط الاول نفس الكلام يعني في الشوط الاولاني في المنتش اللي فات كانت بتجري على طول بتعني فاصل سنتر بتعني فاصل بريك واتجاه السرعة عندها اعلى المنتش ده لا لعبا يعني بتاخد الهجمة وبتاخد وقتها مع كابتان عبدالله من الحاجات اللي توزني كفرقة في الناحية الهجومية ان اطيل زمن الهجمة الى اقصى مدى اقدر اعمله ليه لما بطول زمن الهجمة بفقد اللعيب المدافع تركيزه وبستهلك كتير من جه طبعا انا ببزل مجهود كبير في التحركات الهجومية عشان اقدر افتح صغرة في الدفاع المنافس وفي نفس الوقت المنافس تركيزه بيبدأ يقل في الغاية يعني انا عايز اقول للمفروض ان فرقتنا تتعلم اللعب الغاية اللعب السلبي في الهجوم المنظم اذا مسكوا كرة اكتر ملكات لعابتنا احسن بس طبعا المجر هو من الواضح ان هو مذاكر كويس قوي منتخبنا يعني مذاكر وعارف صغراته هو مذاكر واحنا كمان مذاكرين لكن النقطة كلها هو في توفيق هو عنده توفيق اكتر من اللي عندك واخد بالك ان شاء الله نعود في الشوت التاني طيب نروح لفاصل دلوقتي سريع ونرجع بعدها على طول صالة 2 لستاد القاهرة وعودة من جديد للشوت التاني ما بين منتخب طبعا بطولة استاداية الدولية لكرة اليد لمنتخبات الشباب وناشئين تحت 20 سام